موسيقى حزينة هي مدينة بيت لحم في صباح عيد الميلاد هذا العام فقد غاب عنها آلاف المحتفلين في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا ومع ذلك هناك من أصر على المشاركة في صلاة العيد هذا العام نعم يختلف عيد الميلاد عن الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا وإقبال الناس على صلاة العيد هذا اليوم هو للممارسة الشعائر الدينية والتي تم الاتفاق على قبولها وإمكانية إقامتها عدد قليل من مواطني مدينة بيت لحم هم من تمكن من المشاركة في صلاة العيد هنا في كنيسة المهد إحنا مش متعودين فاضل إشي إنه في بيت لحم بالذات إنه مهد المسيح لعياته تكون هيكي قليلة أعداد قليلة عندك فيش احتفالات تسكبات تشديدات كاملة يعني العالم مش عم تحس إنه في عيد زي كيف كل سنة وإحنا منعمل علينا ومنحاول ننبسط بأقل المقادير يعني وحتى يعني نغمي الوباء العالمي وبالذات في بيت لحم اللي هي مهد المسيح إحنا منحاول نحتفل يعني بأبسط إشيء عندنا أما قداص منتصف الليل فقد أقامه المدبر الرسولي لبطرياركية اللاتين في مدينة القدس بيرباتيسا بيت سابالا واقتصرت المشاركة في القداس على رجال الدين وبسبب الإجراءات الاحترازية تغيب أعضاء السلك الدبلوماسي كما تغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن المشاركة إلى أنه بعث برسالة مسجلة وعالمنا يعيش ظروفا صعبة وخطيرة بسبب الجائحة التي فرضت علينا جميعا قيودا ونمط حياة استثنائيا ويؤلمنا ويحزننا أننا بسبب ذلك ولأول مرة لم نتمكن من المشاركة في احتفالات الميلاد المجيد كما تغيب لنفس السبب آلاف مؤلفة من الحجاج والزائرين والفلسطينيين الذين اعتادوا التوافد إلى ساحة المهدي في بيت لحم للاحتفال بهذه المناسبة الصعيدة في هذه الأجواء الحزينة وأمام محاولة الفرح هنا هناك من يرى أن الحضور والمشاركة في الصلاة هو واجب في الأوضاع اللي احنا منعيش أكد الواحد بتردد يعني يجي ولا لا بس مش لازم نخلي برضو الظروف تمنعنا في النهاية هذا الصلاة وإحنا جاينا نصلي ليسوع في عيد ميلاده يعني الواجب الواحد يجي يصلي رغم كل الظروف لازم يجي غياب الفرح هنا له أسباب كثيرة أولها الاحتلال الذي يحاصر المدينة وأخيرها هي جائحة كورونا التي ضاعفت من هذا الحصار وتسببت في خسائر اقتصادية للقطاع السياحة قدرت بمليار دولار الجائحة هاي كان ضررها أكبر إشي كانت على كل القطاعات ولكن أكثر إشي على القطاع السياحي اللي هو أول المتضررين وآخر المتعافين راح يكون كان فيه خسائر كبيرة خلال العام يعني من شهر ثلاثة لما اكتشفنا أول حالة كورونا عندنا لحتى هاي اللحظة في عندنا حوالي واحد ونص مليار دولار كانت الخسائر للقطاع السياحي مستمرة هي الصلوات من بلد المسيح بأن يحل السلامة وأن يحمي الله البشرية تجمعاء من هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر